محمد الشناوي محمد الشناوي ده حكاية وحكاية لما تسأل لعبة النادي الاهلي يقولك انه غرفة خلع الملابس هو وقائد حقيقي هو دائما يحفز اللاعبين هو دائما يعنف اللاعبين احيانا لو كان فيه تخازل او حتى فيه بعض الرعونة هو دائما عنده من الشخصية اللي بيسموها شخصية النادي الاهلي وهي حقيقية يعني مش اللي بيسموها وخلاص هي حقيقية شخصية النادي الاهلي عنده شخصية النادي الاهلي حط ده برضه على جنب محمد الشناوي حارس منتخم مصر الأول من 2018 حتى هذه اللحظة محدش حركه من مكانه ست سنين محمد الشناوي حارس مارمان نادي الأهلي الأساسي لمدة ست سنين محمد الشناوي اللي بيتقلق طول الوقت وله بعض الهفوات القليلة زي أي حارس في العالم زي أي أفضل حارس في العالم له بعض الهفوات القليلة ولما بتحصل الهفوات دي أحيانا يتعرر للنجد والهجوم هل انت شفت محمد الشناوي مرة طلع قال ازاي تهاجموني ازاي تنتقدوني ازاي تقولوا ان انا ما عملتش ده انا عملت وعملت 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 هل طيب لما انت انتقدت محمد الشناوي في لقطة أو اتنين حسيته بعد كده قررت منه ومستوات هز واتوتر وخاف ويقولوني احنا نطلع هنا بقى كيعلمين نقول ايه مع جماعة الضغط الجماهيلي اللي عليه دوت هو المساعد موقفه ولازم يلايع شوية عشان مضغوط جماهيريا عنده شخصية واسابات تتحدى كل الظروف في التصريحات اللي كانت لسه مع محمد جمال من شوية بيقولك احنا ما بنسمعش إعلام جماهير احنا مركزين في الملعب وعايزين دايما ان نحاق انجازات انا ولعبي النادي الاهلي حارس ولاعب استثنائي في تاريخ كرة القدم المصرية ربنا يحفظه وربنا يحميه الاثنين دول تحديدا حبيت اتكلم عنهم هتقول لي مران عطيه عمل بطولة عظيمة محمد هاني المنديالي عمل بطولة عظيمة امام عشور عمل بطولة عظيمة هتقول لي ياسر ابراهيم عمل بطولة استثنائية هتقول لي محمد عبد المرعي المدافع عالمي هتقول لي كل لعيبة النادي الاهلي هايلا طبعا كل لعيبة النادي الاهلي هايلا ده مصله للبرونزية برونزية كاس العالم بس علي معلوله محمد الشيناو ومحمد الشيناوي علي معلول اتنين دول تحديدا يستحقكم دائما وابدا كل التحية وكل التقدير